السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاح حامد وأهلا وسهلا فيكم بالفيديو اللي طال انتظاره صراحة لكم فترة طويلة تطلبوا في جولة استوديو لأنه آخر ما بعملتها كانت قبل سنتين أنا بدأت بال2015 وعملت 15 16 17 18 19 وفشقت بس عن 20 في أسباب كثيرة ليش ولكن راح تكون الأمور يعني راح تكلم عن الموضوع إن شاء الله خلال هذا الفيديو شو اللي خلاني أجل الموضوع لها الدرجة وليش المسألة طولت كثير معي ولكن اللي حابني أقوله في بداية هذا الفيديو يعني تأهبا لبعض التعليقات وبعض بالذات أخواني وأحبتي المتابعين الصغار بالسن شوي اللي بيعلقوا بهذه العقلية إنه بديك تعرف من هذا الفيديو في نهاية هذا الفيديو شغلة واحدة إنه أنا ما نمت وصحيت لقيت هذا الكلام حوالي كله هذا الكلام هو شغل سنوات وسنوات وسنوات ساعات وساعات وساعات خلص من وظيفه وأطلع وظيفة ثانية علشان أقدر أوصل للمرحلة اللي أنا فيها اليوم وهو شيء بنيته تدريجيا طوبة على طوبة على طوبة لحد ما قدرت أوصل لهذا الشيء وبإذن الله تعالى أنا يعني ما عندي أي نية إني ما أكمل في هذا الطريق بالعكس أنا بدي لسه أبني كمان وكمان لحد ما أوصل بإذن الله تعالى وبتوفيق رب العالمين ومن ثم رضا والديني علي أني أقدر أوصل لأماكن أفضل أن تجمحته وأفضل أكبر أحسن لأنه إذا أنا بالنسبة إلي أنا واحد من الناس إذا ما بحسن إذا بالمضي قدما ما بتحسن وما بضيف قيمة أفضل ما في داعي إني أكمل أصلا إذا بدي أظل على نفس المستوى وما أغير هذا شيء بطبيعتي الآن هذا الفيديو رح يكون طويل جدا فمن البداية بقول لك رح يكون فيديو ساعة إلا شوي فروح جيب كاست الشاي رح جيب سناكات جيب جاهوتاك جيب سيفن أبك جيب اللي بدك إياه وتعال أقعد علشان الفيديو رح يكون مقسم إلى أبواب أو شابترات لأنه الستوديو نفسه مقسم إلى مجموعة جزئيات كل جزئية لها وظيفة مختلفة الهثيم مختلف فيها عشياء مختلفة فراح يكون كل هذا الكلام معنوا ومقسم تحت بس لما تمر على السطر إن شاء الله رح تكون أمور طيبة إذا كنت تتفرج على فيسبوك إذا على يوتيوب أو على يوتيوب على فيسبوك الله بعينك روح على يوتيوب وتفرج الآن في شغلة حابني برضو أتكلم عنها سريع قبل ما أدخل بالفيديو ألا وهي أنه شو هو الهدف جولة الستوديو إيش الفكرة من أنه أنزل فيديو عن والله هاي مكتبي في عدة هدف رقم واحد هو السبب اللي نفسه بخليني أنا أتفرج على جولات استوديو أو جولات مكاتب أو جولات شركات لأشخاص غيري ألا وهو الإلهام الآن الإلهام بيعني أنه أنا ممكن أشوف شيء أشوف حركة أشوف طريقة لتنفيذ أمر ممكن لو أنا أطبقها بأسلوب خاص تحسن من حياتي تحسن من شغلي تحسن من رفاهيتي بشكل عام فهذا سبب سبب رقم اثنين هي يعني هذا الكلام ينطبق طبعا على سواء كنت متابع أو كنت صانع محتوى ثاني جميل جدا أنك تشوف يعني عادي أنا بشوف أشياء كثيرة من متابعين ثانين أو من صانعين محتوى ثانين وبنفذها بأسلوبي الخاص وبنكعتي الخاصة بالشي يناسبني أنا فمش استنساخ هذا الإلهام وهو شيء موجود منذ الخليقة ومنذ بدء الخليقة السبب الثاني هو بكل تأكيد سبب ترفيهي ألا وهو أنه أنت بتتفرج تشوف أشياء حلوة بتغير جو يعني بتطلع من جو الترند الفاشل اللي موجود على اليوتيوب العربي للأسف ممكن الله أعلم هالفيديو قديش يوصل فيوزه ولكن تغيير جواب نعمل لك ثالثا الأول هي أنك تلقي نظرة على خلف الكواليس كيف أنا بشتغل وكثير من هذا الكلام رح يكون واضح خلال الفيديو أنا كيف بقسم وكيف قديش أنا يعني طبيعة شخصيتي تنعكس في المكان اللي أنا بشتغل فيه والمكان اللي أنا أنشأته علشان أشتغل فيه فترح يكون شيء لطيف خفيف إن شاء الله تعالى يكون خفيف لأنه دسم صراحة الفيديو أطويل روابط لبعض الأشياء اللي راح تكلم عنها راح تطلع بكروت في الزوايا بعضها راح يكون في صندوق الوصف إذا كمان مرة إذا بتتابع يوتيوب مع فيسبوك ما راح يقدر راحة روابط ولكن إذا نسيت شيء أو ما ذكرت شيء معين أو رابطه احكولي في قسم التعليقات راح بإذن الله تعالى بضيفه إلى الوصف تالفيديو بنظل نحدث فيها وطبعا أيضا روابط لكل الجولات اللي قبل راح تكون موجودة في صندوق الوصف فإذا حاب تشوف تدرج التطور ارجع وتفرج على جولة الخمستاش والستاش والسبعتاش والثمانتاش والتسعطاش اللي سنتشوف كيف الموضوع يعني بلش من كاميرا وطاولة بالمطبخ لحد ما وصل للي هو عليه اليوم فبدون أي تأخير خلينا بلش وأولا خلينا نبلش من المنطقة اللي أنا قاعد بصور فيها ألا وهي الاستراحة هذه المنطقة هي عبارة عن المكان اللي بتشوفه أول ما تدخل على المكتب اللي بستقبل فيه ناس بس أكون قاعد زهقان بشغل جيمز وبلعب بأخذ بريكات هون هذه المنطقة تم إعادة تصميمها كلياتها بالمنظر اللي انتوا شايفين وهذا اللي الآن صار يحتوي على كل شيء مرة واحدة كنت قبل حاط خزانة فيها أشياء وكنت حاط تلفزيون على شيء ثاني التصميم جاء علشان أعرض كل الكونسلز اللي موجودة عندي هاي حيث أنه مثل ما انتوا شايفين فيه عندنا كم هائل من الأشياء اللي إلا ما تتذكر واحدة فيهم في يوم الأيام عندك سطر السوبر نينتندو صخر إكس بوكس الأصلية مع كنترولراتهم مع كل شيء شغال فيهم وبرج الـ VR الـ Vive والـ Vive Pro وهذا الكلام يستمر لما تيجي على الجهة الثانية ففي عندنا بالمنطقة في الـ PC والـ PlayStation 5 الفعلية مشبوكين مع تلفزيون بالإضافة للـ LG ساوند بار بالتحديد الـ SNH5 اللي هو ساوند بار صغير يأتي معه ساب وفر وبيعطي ساوند من أربع سماعات ووفرين على نفس الساوند بار الجهة هاي عندك سطر سيجا اللي منكم يتذكر جينيس السوبر جينيس والساترن أي مش كتير ناس بيعرفوها بس هذا الشيء اللي ذكريات بلاوي معه اللي هو السيجا دريم كاست كما في عندنا هون الأتاري الـ 2600 مع الكنترولر الشنيعة جدا اللي طلعت معاها وبرج بلاي ستيشن من الـ 1 للـ 2 للـ 3 بالإضافة للـ PlayStation VR فكل الـ consoles اللي ممكن تخطر على بالك من الأشياء المهمة فيه أكمل شغلة ناقصة عندي وحب أني أكملهم في يوم الأيام ولكن حاليا الأمور طيبة في الأعلى في عندك أمور ديكورية أنا جدا معجب بأمور الديكور اللي مثل هذا الشيء اللي هو عبارة عن خدعة بصرية لأن الجهاز عبارة عن فقط دوران بس اللي بصير أنه الإضاءة اللي فيه بترمش بشكل بخليها تتحرك للعين هذا الأمر على الكاميرا رح يبين مختلف لكن أمامك شيء سهر يعني صراحة قطع جدا جدا جميلة بتقدر أنك تغير بمجموعة قطع كلها مطبوعة 3D في عنا هون جلوب اللي بيشتغل بطريقة عجيبة فهذا الشيء مثلا لما تلفه بيظل مكمل وما بيوقف طالما فيه حركة أو اهتزاز حواليه لأنه الجلوب اللي جوا مش يملامس الزجاج الخارجي لأنه في بينهم الزيت نوع من أنواع الأويل الآن في عندك الشيء المهم جدا اللي هو بالتحديد هذا الـ LG CX هذا موديل 2020 وليس الـ 21C1 بس لا يزال 4K 120 هيرتز وأولد فكل الـ Gaming استهلاك المحتوى على شاشة بحجم 65 إنش صراحة شيء عالم خيالي إذا أنت بتستهلك كل محتوى على شاشة الجوال وتجرب تشوفه على شاشة زيك راح تحس بفرق كبير شاشة رائعة جدا وعملت عنها فيديو ديكيتد كما في عندنا فوق السامسونج ويند فري اي سي هذا المكيف شيء رهيب جدا صراحة فهو أولا من ناحية القدرة نتكلم عن 2 طن بحكم المكتب شوي يعني كبير بالإضافة أنه هذا الشيء فيه كميزات رهيب فمن الاسم ويند فري هذا بيشتغل بدون ما حتى يطلع هوا بتقدر أنه يتخليه برد الغرفة بدون ما يعمل لك لفحة هوا مثلا بالإضافة أنه متصل فهذا الشيء مع بيئة سامسونج سمارت تينجز اللي هي مرتبطة بمساعدات أمازون مرتبطة بالبيئة ومنظومة سامسونج ذكية فبقدر أطفيه وشغله من أي مكان تحيك على الحرارة خليه نظف الفلاتر اللي فيه لحاله منه فيه شيء رهيب جدا لكن الموديل الأجدد منه وضافه عليه موشن ديتكشن في فيديو قادم قريبا أيضا عن هذا الموضوع وعلى الجهة الثانية في عندنا أيضا مجموعة أشياء تتبع نفس الفكرة فمن ناحية الديكور شارت البلاي ستيشن هاي شيء موجود على أمازون رح ترابط لكل هاي الأمور تحت وأيضا هذا الشيء اللي هو عبارة عن رمل متحرك اللي بيعمل لك أشكال وكأنها رسمة بتحسها ولكن هو عبارة عن أويل أوساند ملون بس لطيف صراحة بد شوية توقيته لحاله بتلاقيه كله هيك تشكل على شكل رسمي وأيضا في عندي هذا الكتاب اللي صراحة الناس تستمتع فيه لما تيجي على المكتب لأنه هذا الشيء هو عبارة عن تاريخ الكونسلز منذ البداية من أول جيل ففيرس جنريشن بلش يحكي عن الأودسي اللي بلشت الموضوع بعدين شوي شوي بيدخل بكل كونسل إيش كان بداياتها قداش ينباع منها في أي سنة تصنعت شو كان مواصفاتها يعني بسموه تيبل تاوب بوك اللي هو كتاب هيك وقت القراءة لما تكون قاعد بتشرب قهوة أو شيء أو جايك ضيف زي كتب بتلاقيها مثلا بقاعة الانتظار عند الدكاترة هذا الشيء اختصاصي لأنه تك هو ما تك وهذا هي رسالة اليوتيوب ببعتوها لما توصل لوا مليون مشترك شيء لطيف جدا صراحة كل مرة بتطلع لي هيك يعني سعادة هيك جميل إنجاز صراحة فشكرا لله عز وجل ومن ثم لائلكم ولدعمكم على هذا الشيء لطيف فهذا هو أول سكشن اللي هو استراحة المحارب ننتقل إلى سكشن آخر جديد كليا في المكتب هذه هي ورشة الباشا اللي هي الست الجديد كليا كمان على المكتب لأنه هذا الشيء كان عبارة عن زاوية متوفية هاي كلها بفضل هذا الحائط وهاي الزاوية اللي موجودة هون ما كانت تستعمل لأي شيء عدا عن غرض واحد كنت حاطت طاولة وحاطت سي ستان شاي لكيميرا وكمان سي ستان شاي لإضاءة وكمان سي ستان شاي لإضاءة فكانت معبئة ستاندات من الأرض فمساحة رايحة فالحل اللي عملته هو إنه أولا استغلتها بين حطت مكتب ومنطقة ورشة عمل ثانيا الخزانة الجدارية المصممة تم تثبيت الكيميراات والإضاءة كلها عليها فهذا الشيء هو عبارة عن الست الخاص بالتصوير من فوق لما بدي أفتح صندوق أفرجيك شيء كأنك تطلع أنت نفسك على الشيء وبنفتحه ويستعمل هذا الست جاهز خلال ثواني بس بحكي أمر سمعت بس بتحب تأخذ راحتها فاللي أنتو شفتوا الآن هو الإنارة والشاشة والكاميرا والساونت ريكوردر كل ياتهم اشتغلوا بأمر صوتي واحد لأنه كمان هذه لحالها مجمعها كجروب كشيء مجموعة لحالها إلا بقدرت فيها وشغلها كلها مع بعض بقدرت في الإنارة لحالها الكاميرا لحالها لأنه حاطت طعا كل شيء قطعة ذكية تتفاعل مع مساعدة صوتي فعنا هون مجموعة من إنارات أبتشر القديمة هذول الخمسمية وثمانية وعشرين أس والدبليو عشان هيك رح تلاقوا في عندك إنارات محطوطة عليهم قرد وفي إنارات مش محطوطة عليهم قرد خدموا معي حوالي أربع خمس سنوات مدة طويلة جدا لكن لهذا الغرض حاليا يعني جيدين رح يتطوروا بالمستقبل وغيرهم لشيء ثاني لأنه بصراحة محتاج المساحة بحكم الديفيوزر ماخذ حيز يعني مؤقتا عشان أمشي أموري الكاميرا اللي حظتها هون مثبتها أولا بالإلقاتو ملتي ماونت اللي هو شيء يستعمل بالأصل لأنك تثبت كاميرا على مكتب من وراء الكيس مثلا اللي هو بهذا الشكل الجاي والكاميرا اللي مشبوكة عليها هي 6400 من سوني اللي عليها عادة 1655 جي ماستر F2.8 فمثل ما انتم شايفين بقدر من هاي الشاشة مباشرة أني أشوف إيش قاعد بصور فبكون أنا قاعد باش تفرج على إيش الزوايا تاعت الإطار وين أنا إيدي بالشي اللي قاعد بصور فيه هذه هي السمول اتش دي فوكس 7 والحائط اللي وراها هو فكرة تحفي صراحة لأنه هذا الشيء هو عبارة عن كوبي من البكبورد تاع أيكيا أيكيا بتبيع ألواح بتيجي هيك نصف متر أو ثمانين سانتي بثمانين سانتي اللي بتكون مثقوبة بهذا الشكل على اساس نك تشتري من عندهم مكسسورات تعلقهم عليها فاللي عملته هو أني أخدت القياسات من الانترنت وجبت لوح حديد ومن ثم وديته على محل سي أن سي لا يعمل لي بهذا الشكل ومن ثم اندهن هذا الشكل بسمح لي أني أطبع أي أكسسوار بديه بشكل ثري دي لا أقدر أعلق أي شيء بديه ويكون شيء مخصص لإله فمثلا هذه القطعة الواو ستك مثلا لقيت لها ماونت خصوصي لا أقدر أثبتها بهذا الشكل على اساس أني متى ما بدي بأجيب أقول هيك صلى الله وبرك كل الأدوات بحكم أنها ورشة عمل فكل الأدوات اللي أنا بستعملها هون بالتحديد الأشياء اللي بتعلق بالطباعة والأمور لثري دي وعلى الجهة الثانية في عندي أمور ميكانيكية أكثر للفك والتركيب فالمنطقة هاي فيها مجموعة أدوات للحام للقصقصة للتقطيع لأشياء كهربائيات بشكل عام سواء لصيانة جهاز قديم أو لشغل من هذا القبيل الآن الزاوية اللي وراي حاليا هي زاوية مخصصة كليا للطباعة الثلاثية الطباعة الثري دي هذا شيء أنا كثير مستمتع فيه صلاحة من الشهرين اللي إلي قاعد بجرب فيها فعنا هون الاندر سيكس أف دي أم برينتر حاليا قاعدة بتطبع بهولدر لشيء ثاني وجانبها مباشرة في عندي الكريالتي حيلات سكاي اللي هي عبارة عن طابعة ليست أف دي أم مش طابعة بلاستيك عادية زي هيك هذه طابعة ريزن فهذه المنطقة كلها مخصصة لإلها لأنه الرزن بحاجة لتعامل مختلفة في عندي سيليكون مات في عندي كحول على أساس أنه أنظف الرزن وهذه لتصفاية الرزن بس أخلص اللي هو لازم أرتدي له قناع مثل هذا لما أتعامل معه علشان إذا ما بتستخدم شيء زي هيك راح تتنفس الرزن والرزن شيء بيدخل الدم ومش جيد أبدا لإلك هذول طبعا علاب ألوان مختلفة وفوقهم في عندي مجموعة من الفليمنتس أو الأحبار الخاصة بالطابعة لثري دي بكل الألوان لأني صراحة يعني بجرب أشياء كثيرة زي ما أنتم شايفين هنا في مجموعة من المجسمات على سبيل المثال المعمارية هاي أشياء كنت بس بجرب في شكلها كمعمارية لكن فعليا أغلب الأشياء اللي قعد بطبعها هي أشياء براكتكل أو أشياء بس تعملها على سبيل المثال خلينا نرجع للست اللي قبله هذه البلاي ستيشن مثلا محطوطة أو مسنودة بهذا الشكل على شيء طبعته ثري دي على أساس أنها تكون مسنودة بزاوية 45 درجة بشكل بسمح لأي حدا قاعد نيشوفها بدلا ما تكون مبطوحة أو واقفة وقوف فطبع ثري دي مش بس أني أطبع مجسمات وأطبع خربيط عادية لا هذا الحيط كامل كل شيء معلق عليه معضمول ثري دي حتى على مستوى المصفائة الرزن اللي أنا حاططها هون جنب الطابعة نفسها هذا شيء بالكامل أيضا طبعته أنا ثري دي بدل ما أروح أشتري شيء جاهز لا أنا بأعمل شيء بسمح لي أني أصفي الرزن مباشرة هذه على الطابعة نفسها كلها أخذت نعم أسبوع زمن ولكن يعني شيء أنت أولا وأخيرا تطبع بنفسك فشيء جميل جدا الإنارة اللي أنتوا شايفينها هون هي مبدئيا شيء صار ثابت هون ولكنه لا يستعمل كثيرا هذا هو الأبتر 120D هذا المارك 1 وليس المارك 2 خدم عندي ما يقارب سنتين ثلاث بس يعني حاليا متقاعد لأنه فيه إضاءات ثانية اللي بستعملها انتقلت منها ولكن حطيت عليه الستيس لايت أيضا شيء نفس شركة أبتر بتبيعه اللي فيه عليه السكيرت هاي اللي موجودة على أساس أنه بيمكانه أنه ينير منطقة بشكل جدا 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 جميل ورايق وحلو فهذه المنطقة نحن وصلها بعدين ولكن هذه هي منطقة الوركشاب المكتب نفسه أيضا فيه كمية مساحات وحركات جميلة على سبيل المثال تعالوا فرجيكوا الحركة السرية المنطقة هاي اللي على الجانب لما الكتف تاعها هذا ليس عبارة عن شيء سولد بل هو شيء بقدر إني أفتحه بهذا الشكل علشان أخزن فيه إنارات اللي أنا حاططها من جوا فقلينا نسحب لكم منها حبة هذه الإنارة بالكامل لتيوب هذا الإنارة مخبأ جوا لأنه أنا عامل شيء من الداخل أقدر أسند عليه هذا الضوء وبس أخلص بسكره وكأنه شيئا لم يكن يعني حركات وأشياء هيك نتسلى فيها فهي الوركشاب اللي على فكرة هذول الشغلين أرفاضي ترن آف برد فيو جميلة يا خيال تكنولوجيا أهلا بمنطقة الدعم الفني هذه المنطقة هي المنطقة الخاصة بالعضو الجديد في باشا ميديا أو بطل الجديد وإلى سبعة شهر بس مش مشكلة العضو الجديد بحكم أنه أنا إلي تسعى زنين هذا هو المكتب الخاص بالموظف الآخر اللي بيساعد بشكل كبير جدا بالقناة من ناحية أموره تتعلق بالأثر فكتس أموره تتعلق بالبرودكشن بالسوشال ميديا شوي اللي بتبلش من عند هذا الكورسي اللي هو الكولر ماستر كاليبر R2 هذا عبارة عن كورسي جايمينغ لكنه مريح مريح للدرجة يعني من ناحية أنه في عندك كوشنز ووسائد لدعم الظهر ودعم الرقبة من ناحية أنه ليدات نفسهم بيمكانهم يتحركوا بأريحية وأيضا الظهر نفسه بيقدر أنه يرجع بعدة زوايا أوه نعم؟ لكن هل يمكنك فعل ذلك؟ على أساس أنه تكون الجلسة مريحة جدا أمر مهم لما تكون قاعد بتمنتج أو شغال على كمبيوتر أربعة خمس ست سبع ثمان تسع ساعات باليوم أنك تكون مرتاح وأنت قاعد وطبعا لابد أنك لازم تقوم كل شوي لكن هذا الكورسي هو شي بطل لكن بس نزيح الكورسي لدينا هون المكتب بحد ذاته اللي فيه عندنا أولا شاشة سامسونج الـ CHG90 هذه الموديل القديم اللي هي عبارة عن شاشتين فل أتش دي ملزقين ببعض شاشتين 27 إنش بشاشة واحدة فهي 49 إنش لكنها 32 إلى 9 المرفقة بكيس والتجميع اللي عملت عنها فيديو خاص فيها كانت اللي هي التجميع سميتها تجميع المراندا بحكم الأشياء البرتقالية الكثيرة اللي فيها حديثا إي كي طلعوا منه كيس لونه أسود كتم على الآخر ما فيه أي خط برتقالي حتى فهذا في عندك ديسترو بليت هذا الـ N1303 إي كي إديشن ما تغير عليه تقريبا أي شيء الكيبلات الكوستم بهذا الشكل الجميل جدا الإنارة اللي حتخرب الـ White Balance بشكل عملاق جدا في هذا المقطع هي الـ Nanoleaf اللي بإمكانها أنه نطفيها ونشغلها بالصوت ونتحكم بلونها وكل هذه الأمور الـ Peripherals أيضا تتضمن الكولر ماستر بالتحديد الـ Slim Mechanical Keyboard تعهم اللي هو الكيبورد الرفيع اللي صدقا الموظف يعني خيارته بين 24 كيبورد تقريبا واختار هذا الشيء ما بعرف ليش صراحة اخترت هذا الشيء ولكن اختار هذا الشيء بالذات لأنه أكثر واحد مرتاح عليه من ناحية شكله أزرار وكل هذه الأمور مع الـ Logitech اللي هو الـ Vertical MX هذه الـ MX ماستر ولكنها الأفقية لأنها مريحة أكثر من العادية فالرجال اختار هذه الماوس أيضا من بين حوالي 40 ماوس ثانيات إضافات أخرى مثل الماوس باد والرست الاستراحة تحت الرسغة هذه اللي هي فيهم جل على أساس أنه وإنت بتكتب وإنت شغال بتكون مرتاح في هنا أيضا شاحن لاسلكي من Nomad الـ Hi-Fi Man EF2C اللي هو الـ DAC والـ Amp اللي هو عبارة عن ليس ديجتل وفي عندك أيضا Scarlett Solo الـ Audio Interface بالإضافة لشيء بيطلع من وراء الشاشة ألا وهو مش معد أنه يطلع حاليا ولكن ألا وهو الـ Blue Yeti هذا بالتحديد الـ Black Edition أو الـ Blackout Edition محطوط على رود أرم مع الشاك مونت تاعة Blue على أساس أنه لما بده يحتاج يسجل VoiceOver أو أي شيء حتى لمكالمة شغل بإمكان أنه يستعمل وأيضا في عنا الـ Audio Engine A2 Plus اللي حصلت عليهم موقع سماعة.com إيش في كمان بريفريالز هون اللي تحت هم عبارة عن الدسك نفسه هادي التيبلتوب من آيكيا هذا الشيء أيضا من آيكيا وهادي من آيكيا لكن ما لقيت شيء بلون واحد فروحت دهنت هادي على لون الرمدية ولقيت هاي مناسبة لإلهم فطلع الست مع بعضه شيء راكب وجميل في عنا مجموعة اكسسوارات أخرى أيضا مخبية مثل الالكسار ملتي ريدر اللي هو عبارة عن كارد ريدر بإمكانك تحط فيه كارد ريدرز ثانين على أساس أنك تحط أكثر من SD كارد مع بعض ومباشرة تقدر تنسخ عن طريقهم وتعمل كل هاي الأمور وفي أيضا تعليغة للسماعة موجودة من تحت ولكن شيء فرجيته أعتقد من زمام تقنية خرافية فهذا المكتب والزاوية الخاصة بالدعم الفني ورا الدسك نفسه أيضا في عندك RGB ستريب من Lifex علشان هيك إذا بتطلع حون رح يبلش أزرق فاتح بتلاقيه هناك خمري لأنه هذا Addressable RGB أهلا بالباشا غالري ومعرض الباشا هذا الست هو أطول عمر ست ما رقع قناتي لحد الآن لأنه بلشت من أربع سنوات بهذه الوحدتين بعدين اضفت وحدة ثالثة ولما انتقلت إلى هذا المكتب لأنا فيه الآن اللي فيه سنتين ونص تقريبا أضفت الباقي اللي على الأطراف ليش هم سميه باشا غالري لأنه حرفيا هو عبارة عن معرض معرض لأشيئ كثيرة على سبيل المثال هذه المنطقة هون فيها أول كاميرا بلشت فيها على يوتيوب بشكل رسمي أول فيديو تصور على هاي القناة اللي أنت بتتفرج عليه الآن تصور على الستمية دي الكانون هذه المذربورد اللي وراء هي الـ X299 MSI Gaming Pro Carbon اللي هي المذربورد اللي غرقت في حادث الطوفان اللي صار عندي لما واحد من الأجهزة التبريد المائي تاعه فقع هذه من متابع الله يزي الخير باشا ميديا اسم الشركة وهذا الشيء من حدث لسوني كانت بتضوي بسيكلها البطارية خلصت في جواها صورة 3D تصورت بتليفون ناسي أي إكسبيريا فيهم ولكن في الباقي موزع ما بين أشياء للتنظيم فهنا هون عندك كل ملفات القناة من ناحية فواتير ومصاريف وأمور فعندك 2015-17-17-18-23-20 وهكذا وتحت في عندك هون جزئيات كالتالي عندك هون جزئية سماعات 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 وجزئية كيبورد بحيث أنه هون في عندك سماعات سلكية Gaming سماعات لاسلكية Gaming وعلى الطرف الثاني في عندنا هون سماعات لاسلكية Music وفي عندنا هون سماعات لاسلكية Hi-Fi عندي أنا من الناس المعجبين جدا بالصوتيات وبأستمتع صراحة بالسماعات High-End والأشياء اللي بتعطيني تجربة صوتية قوية فعندي هون سماعات Electro-Static من Koss عندي هون سماعات Dynamic من Sennheiser عندي سماعات من مختلف الفئات وكل الأمور اللي هم كانت تخطر على بالك فالناس اللي بتيجي عندي بيكون يعني السماعة اللي هو بتعود عليها سعرها 20 دولار بس أسمع شيء بسماعة سعرها 1000 دولار يعني بتحسه عن جد هيك بتطلع في عينيه بحسه شعر بأنه أنا ما أجرب سماعة من قبل لأنه عن جد تجربة غير خصوصاً ما أجربها مع العدة صح اللي رح مبرجيكم إياها لما نكمل اللفة هو أنا في عندي مجموعة من الكيبوردات المميزة بالنسبة لي من ناحية الحجم الشكل بحيث أنه ما في أي سبيسز أبداً إرغانوميكس مثلاً الكاوش غيمينغ الأول كيبورد ميكانيكي وارلس وحتى أمور غريبة جداً مثل هاي والكيبوردات لوجتك الرفيعة جداً بالإضافة لهذا الشيء لأن ليش راح تقول لي صلاح ليش في كيبورد أبل في متحف الكيبوردات تاعك بقول لك لأنه هذا الشيء سطوري هذا الشيء سطوري لأنه أسوأ كيبورد ممكن تجربه في حياتك شيء كثير سيء الجزئية اللي تحت هي جزئية بعضها يستعمل بشكل عمري فمثلاً عندي هنا قسم شحن الأجهزة فمثلاً عندك جهاز مثل الأوبو الأكس 2021 الأجهزة اللي باعينها والأجهزة اللي بستعملها بشكل متفاوت كلها بشحنها هون لأنه في جوا شاحن من أوكي بيشحن عشر أجهزة مع بعض فدائماً بخلي هالمنطقة مخصصة للشحن الأشياء اللي بدي إياها عندنا هون درع الميت ألف اللي بشكر لله عز وجل ولألكم أيضاً حتى هذا كرت الشركة الجديد اللي سبحان الله اليوم وصل يوم التصوير مش رح مفرجيكم الوجه الثاني لأسباب كثيرة وهاي المنطقة أيضاً فيها مجموعة من الأشياء على سبيل المثال عندك البيوري باي فيجر اللي عمله لما وصل الميت مليون عندكم هذي متابع أرسل إياها الله يجيزي الخير مطبوعة 3D شارت بلاي ستيشن بعض الأمور بطاقات ميموريز وتحت في مجموعة من الأدوات اللي قاعد بنقل فيها إلى ورشة العمل جزئياً بعض أشياء ديكور مثلاً الكاسيت الدسكمان ال VHS للي بيعرف شي يعني VHS هذا الشيء أثري جداً SLR من الوالد الله يجيزي الخير كانت عنده من الزمنات وهنا في عنا منطقة تخزين أشياء عشوائية فهذه بشكل عام هي باكدروب أنتم متعودين عليها من زمان بتشوفوا هذا المنظر من فترة طويلة بس اللي ما شفتوه هو أنه هاي المنطقة بإمكانها أنها تتغير لتعمل هيك الآن تغيرت الخلفية لأنه أنا في مكتب صغير وحبني أستعمل قدر المستطاع من المساحة فركبت الشيء اللي موجود عندي بالآلة هذا الشيء بيسمح لي أني أركب عليه باكراوند اللي هي بسموها باكدروب بتاع التصوير لا أقدر أغيرها فعندي على هذا الجهاز مركب رولين حاليا بقدر أني أغير أي رول اللي بدي إياه في وقت لأغير اللون لأغير الشيء اللي بدي إياه لكن حاليا حط واحد أسود واحد أبيض لما أنزل أبيض ألاكس ترنوف سيت 2 الخلفية طفت فبقدر أني أستعمل الخلفية البيضة وكأنه في حائط أبيض وراي من باب التغيير لأنه ما عندي حيطة فاضية في المكتب فهذا الشيء بيفي بالغرض وهو شيء لاسلكي كهربائي في أشياء ثانية يدوية لكن من باب سهولة العمل ولأنه جاي في منتصف المكتب فما حبيت أنه حبل ينزل من الأعلى على أساس أني أربط أشياء فيه خليتها قلت خلص الكهرباء وفي الحيط وصلى الله بارك لأنه يدوية من الكاميرات بالعادة في عندي هون الجي أتش فايف من فنسونيك هي كاميرا بستعملهاش بالمرة إلا كفيديو كام أو كويب كام بالأحرى لما يكون في عندي مقابلة تلفزيونية وما يكون في عندي شيء محتاجش بكاميرا أو كمبيوتر عدا عن ذلك للتصوير فعليا ما بستعملها وهون بالعادة بيكون في الكاميرا اللي أنتو هسا قاعدين تطلعوا عليها هل وهي السوني أي سكستي سكس تاوزن لأنه كل كاميراتي سوني هذول الكاميرتين كلاهم اي بي أس سي هايو اللي فرجتكم إياه قبل شوي لكن الباقي كله فول فريم فوق في عندنا النيون ساين اللي هي على شكل لوغو يوتيوب فيديو يعني شيء لطيف ومن ثم عندنا المكتب الآن المكتب حدث عليه تغيير كبير جدا خصوصا أنه قبل كان عبارة عن وأنا في وحدة أدراج وهناك في وحدة أدراج وصلى الله بارك لكن اللي أنتو قديم تطلعوا عليه هو أنه الآن أصبح في هذا الشكل اللي مش بس بيسند المكتب من فوق بل في عندنا عدة طبقات لإله وأيضاً لما تطلع عليها من على الجنب ورح تلاقي إنها ماخذة التابلتوب كسندويشة يعني عابطة القطعة هاي نفسها ومش بس هيك بل بتكمل ماشي لنهاية المكتب ومن ثم بتطلع إلى الأعلى وبترجع تطلع وتبرز لتكمل شكل يمتد للجهة الثانية هذا الكلام منه حركة اثنين حطيت السماعات في هاي المنطقة وأيضاً شوي الديكور حطيت الإنارة هاي اللي أنتو شايفينها وأيضاً بعض الأمور فوق على سبيل المثال ذر المليون متابع بشكر وحمد لله عز وجل وأيضاً لمتابعتكم ومساندتكم وأيضاً هدية من إحدى الشركات كانت على مناسبة ونصف مليون اللي هي اللوغو القديمة تعتي واللي بتكمل من الجهة الثانية بنفس الحركة هاي الأمر اللي سمحلي أني أقدر أخبي أسلاك في داخلها بقدر أخبي الإنارة أركب الإنارة وأوزعها بهذا الشكل وأيضاً المنطقة هاي تسمحلي أني أحط الكيس عليها من هاي الجهة وهناك أشياء أخرى الكيس اللي هو اللي هي بالسبكتر 3.0 مع الديستربيوشن بلاك والكيبلات المعروضة من هاي الجهة اللي قليل الناس بيشوفوها من هاي الجهة لأنه هاي الجهة بالتحديد من الطرف الآخر اللي أغلب الناس بيشوفوها لأنه في عندك كل شيء مفتوح فكرت الشاشة 250 جيجا باي ترام 3090 كان مفروض في كرتين هون ولكن الثاني ما زبط صراحة للأسف وعلى هاي الجهة أيضاً من الأسفل في عندنا الأسفل داك أمب والكاس أنرجايزر اللي هم الخاصين بسماعات الإلكتروستاتيك بس لما نطلع لفوق راح تلاقي في عندكم مجموعة من الإكسسوارات من ضمنها الشارجر من نومد اللي بستخدمه لشحن الجهاز نفسه في عندنا داك USB Type-C و LTT Store بالإضافة لأمور مثل اللي هي الإليت كنترولر تاعة مايكروسوفت طبعاً أنتم مش شايفين إشي لأنه الشاشة وكل شيء وراها معتم عليها وخصوصاً هاي الإنارة وهي عبارة عن شيء وجدته أونلاين ناسي إيش كان اسمه صراحة وشيء يعني مش مكلف أبداً ولكن تقدر أنك تتحكم فيه باللمس فبنقدر بس ألاقي المنطقة أصلاً بتغير آيو هايها فبنغير عليه بهذا الشكل عساس أنك تغير شكل الإنارة ولونها وسطوعها في أنه النوب اللي بتتحكم بالصوت على نفس البي سي اللي مشبوك عليها في عندي مروحة حرفياً مروحة يو اس بي لأنه حتى المكيف ما بيكفي أحياناً لازم تحس بهواء بيضرب في وجهك المساعد أمازون الدوت اللي عليها شاشة دائرية السماعة اللي بتستطيع حالياً والكيبورد والماوس نفسهم اللي أنا بستعملهم شخصياً الآن وهم الكي كرون كي 2 هذا كيبورد 65% ليس فول سايز زي ما أنتم شايفين أنا بفضل حجم هذا صراحة مع رست باد خشبية وماوس اللوجيتك MX Mark 3 مع أريح وسادة للفأرات في الحياة وأيضاً الماوس باد هذي اللي حطيتها بآخر حلقة من تقنية خرافية لنزلة الشهر الماضي عدا عن ذلك في عندنا فوق الشاشة الرائعة الخرافية الخنفشارية السامسونج Odyssey G9 هذي الشاشة هي الجيل الأحدث من اللي فرجيتكم إياها على المكتب الثاني لأنه نعم نفس الحجم شاشتين 27 إنش ملزقين مع بعض لتعطيك شاشة 49 إنش لكن بدل ما هي Full HD و Full HD ملزقين مع بعض هذي Quad HD و Quad HD ملزقين مع بعض فعندنا 5000 بيكسل في 2144 بيكسل واللي فوقها هي الألترا وايد من ASUS اللي هي أيضا شاشة 32 إنش هاي بالتحديد فئة Pro Art أيضا عملتها فيديو موجودة على القناة بالتفاصيل اللي عرضها أو عفوا ارتفاعها مماثل لارتفاع الشاشة اللي تحت يعني لما تجيب أي فيديو وتكبروا على الشاشتين النص بيكون تحت والنص بيكون فوق وبالتالي بقدرني أحط خلفية مثل هاي اللي تنقسم بالضبط عند مثل ما أنتوا شايفين على النص ظل شيء واحد فيه الدسك نفسه ألا وهو الكورسي هذا هو شيء شبيه جدا باللي شفتوه قبل شوي ولكن هذا ليس الـ هذا الشيء هو أيضا من كولر ماستر بس هذا الكاليبر ون على ما أظن أو كاليبر اكس ون اللي هو يأتي بشوية فروقات من ضمنها أنا بقدر أرفع وأنزل اليد نفسها فبحد مرات أن يكون يد أعلى من الثانية حسب شو الجهاز اللي أنا بستعمله وأيضا المكنزم اللي تحت غير أفضل صراحة بكثير من اللي موجودة على الجيل آخر بس لا يزال في عندك نفس الفكرة الوسادة اللي من هون الوسادة اللي من هون شيء جدا جدا مريح لما تكون جالس لمدة طويلة جدا وفي حركة أنتو مش شايفينها لأنه الهدف أنه ما أحد يشوفها ألا وهي لما تتطلع تحت مش راح تلاقي أسلاك هذا الكلام لأنه في عندك حائط خشبي يغطي كل الأسلاك اللي موجودة على أساس أنها تكون كلها جوة المكتب فما يكون في أي شيء طالع إلا في بعض الاستثناءات لأنه داكس والأمبليفيرز هون في عندك أولا المايك اللي هو الرود NT1 الكت اللي بتيجي معه نفس الستاند هذه وأيضا هذا الكلام كله مشبوك على الرود بودكاستر برو هذه اللي هي الأوديو انترفيس اللي بتسمح لي أني أدخل أكثر من XLR مايك لإلها وأسجل عن طريقة وأستعملها لشبك المايكات وكل هذه الأمور لكن هذا الكلام ما بيتحكم بالسماعات السماعات اللي أنتو شايفينهم هون اللي هما الماكيز HR theories سماعتين هدول اللي أيضا حصلت عليهم موقع سماعة.com اللي مشبوكين في هاي الحالة على الحفلة اللي موجودة عندي هون فهذا الشيء اللي أنتو تطلع عليه وعبارة عن SMSL stack فعندنا DAC AMP وهذا الشيء متخصص بالسماعات اللي هي أنتو شايفينها بالأعلى هذا الكلام كله راح تكلم عنه إن شاء الله تعالى في فيديو قادم لأفصل بالضبط إيش هو وشو بيعمل وشو وظيفته بس لما ننتقل للزاوية جنب المكتب عندي هون مجموعة ضخمة من الأدراج اللي هي أدراج من آيكية بس أنا بحب فيهم شغلة صراحة إنه هاي الأدراج اليدة لأنها مفتوحة بهذا الشكل على كل الأدراج فبقدر أني أحط هنا استيكر يبين لي إيش في جوه ففي هاي الحالة أنا كاتب random بتيجي بطلع على شيء ثاني مكتوب power الكلمة هاي بقدر أني أقرأها حتى وهو مسكر بتكون مبينة عندي هون مثلا بطاريات خلص أنا عارف بطاريات مسلينيس على سبيل المثال عدسات مثلا لكن العدسات أنا حاطت جواها فوم هالأساس أنه يحمي كل شيء جوا فمقسمها بهذا الشكل على أساس أنها تكون شيء يخفف من العدة الأفراطة اللي بتكون معبي الدنيا واللي يعني بسهل كثير عليه أني ألاقي أشياء لما بدي إياها هذه المنطقة هي ما يسمى ب باركينج يعني وحد عارفين ما صف ليش مش معمول عليها أي ست مخصص لأستخدام محدد فاللي بسوي هون أني كل العدة اللي أنا بستخدمها بصفها هون الكاميرات المايكات الستاندات السيستاندز السلايدرات الإنارات وفي بعض الأحيان البروجيكت اللي بكون شغال عليهم فهذا الجهاز هو آخر جهاز جمعته فيديو لنزل قبل فترة قصيرة اللي هو تجميعة الماثر بورد المائية المجنونة اللي من جيجا بايت اللي أول مرة في حياتي بستعمل هارد لاين مع سوفت توبس بتجميعة واحدة وصراحة الخلطة جدا رهيبة يعني فيه شفت لها أكثر من استخدام من قبل حركة جميلة جدا فهذه الزاوية يعني بكرة حتيجي مش رح تلاقيها زي ما هي رح تلاقي فيه أغراض مفكت فيه أغراض رجعت مثلاً هاي التجميعة محتاج منها أربع خمس قطع فراح أفروطها مباشرة وأنقل إلى التجميعة اللي بعدها وبصفي عنا في هاي الزاوية مجموعة الإنارات والسي ستانز سي ستانز بالعادة بحاجة لحيز على أساس أنه أنا بصراحة تعلم درسي وحولت إلى سي ستانز بالكامل لأنهم أقوى بشيلوا أكثر وأأمن وأضمن إلى العدة اللي بتكون محطوطة عليها لذلك كل شيء من إنارة لصوتيات لكل شيء حتى التيوب لايتس اللي بهذا الشكل أيضاً شايلها على سي ستانز مع أنه ما في داعي ولكن أأمن لأنه ستانز العادي أكثر من مرة رجلي الطب فيه أودع اللي عليه مباشرة هذا هو جو المكتب بهذا الشكل المفروض أنه إحنا ختمنا لكن إذا وصلت لهون في إلاك بونس الأول هو الجزئية الأخيرة في هذا الفيديو اللي هي جواب على سؤال كثير منكم بسألني إياه وين بتروح في المنتجات بس تعينها الله كثيراً ترون ستوريج روم أهلاً وسهلاً في متجر البحشة معنا ضيفتنا شتا الآن أنتم في شيء كلياً معمول جديد اللي هو عبارة عن متجري الصغير لأن الأغراض اللي أنا بجيبهم للقناة سواء من شركات أو من جيبي الشخصي مش شيء أنا يعني بتخلص منه وببيعه أو بتاجر فيه لأنني أنا مش شغلتي تاجر مش شغلتي أني أقعد أتبع ورا الناس لما يقول لي اشتريت منك إشي وطلع خربان أو ليش مغلي علي أو هذا سعره مش زي هيك فاللي بعمله هو أني بحتفظ في كل شيء تقريباً بيكون موجود عندي هالقناة أعتقد شيتا حابة أنها تروح فشتا تفضلي باي فاللي بعمله هو أني بحتفظ بتقريباً كل شيء حرفياً تقريباً كل شيء عاد الأشياء اللي حداً من أقاربي بيقول لي أنا بحتاج إشي أو محتاج قطعة أو بدي الشيء فلاني و بدي أحدث فبخلي كل هاي الأمور هذا الشيء هو مخزني الشخصي مخزن القناة اللي يتصفي فيه كل شيء تقريباً بوصل للقناة اللي موزع فيه الأغراض بناءً على ترتيب معين فمثلاً هذا الحائط أول ما تفوت رح تلاقي عندك هنا مبردات 360 لأن هاي المنطقة جداً عميقة وهذول أحجمهم كبير فيه أن هنا كروت شاشة فيه أن هنا كيبوردات فيه أن هنا لابتوبات فيه أن هنا الماوس باد وعلى الجهة هاي مثلاً فيه عندك مراوح 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 وشوية قطع أشوائية ثانية بس لما نفوت لجوة هنا عندنا التنظيم الأكثر لأنه هنا غالبية القطع زي ما أنتم شايفين من الثقف إلى الأرض اللي هي كمية كبيرة بعرف ولكن هذا مش يوم وليلة هذا سبع ثمن سنوات من القطع والأغراض اللي مثلاً هون عندنا كمية لوحات أم X299 X570 Z490 مبردات 240 Power Supplies وتجميعات قادمة أمور قطع أشياء عشوائية مبردات قطع EK قطع Pits Power قطع بارو قطع لتقنية خرافية أشياء للجايمينج لما تطلع فوق 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 ستلاقي في عندك قطع كاميرات وعدة كاميرات وعدة تصوير وعدة تصوير وعدسات وكاميرات ومختلف الأشياء اللي أنا بأحتفظ فيها سواء أشياء بس تعملها للقناة أو أشياء بس تعملها أنا شخصيا للبيت للتكنولوجيا للعدة للتصوير ما برمي أي كرتونة أنا من النوع اللي لاستحيل من أرمي أي كرتونة حتى كرتونة SSD يعني بتيجي هم تتطلع بتلاقي في عندي كل SSD والرماة والأمور هاي والCPU هات والأمور اللي أنا بأعتازها فهو ليس متجر بمعنى أنه بتاجر لا هذا بس مجرد أنه أسلوب العرض اللي انتقيته لا أنظم المنطقة الصغيرة اللي عندي هون دمجنا فيها حركة الإنارة المخفية اللي هي عبارة عن حبل واحد مرمية بالكامل اللي بتضفي وبتشتغل كليا باستخدام الصوت أو باستخدام الحركة بمجرد ما أني أفوت مباشرة إذا تبحته في بداية المقطع هذا جوالي قال لي أنه في حدا بالمخزن لأنه في حساس موجود هون غير عن الكاميرا اللي موجودة هون اللي ببلغني مباشرة أنه صار في شي هاي الفيديو شوف إذا بدك تعرف مين فيه هناك أو ليش في حدا جوال المخزن تاك فهذه المنطقة هي جزء من المكتب ما كان مستغل كثير إذا شفته جولة مكتب سابقة أو لما نظمت المخزن كان وضع كارثي صراحة كنت حاطت بس رفوف بلاستيكية واستبدلتها بهذا الكم من المساحة اللي هو لما استعملت الحيطين تضخمت جدا ومع الإنارة أصبحت شيء بقدرني أفوت مباشرة أعرف أنا إيش بدي أعرف أنا هاي القطع وان موجودة هاي القطع وان بتروح أيضا فيه بالزاوية هاي ولمو أخذك كان عبارة عن حمام لكن هذا الشيء استخدمته الآن لتخزين أكبر شيء اللي ما بتقدر بالعادية أنك تحطه برفوف ألا وهو الكيسات فهذه الكيسز هنا عندي منطقة شحن وبعض الكاراتين الضخمة اللي ما بقدر أني أحطها في أي مكان ثاني على سبيل المثال كارتونت سلايدر أو شنتت سلايدر جب أمور بتتعلق بالتصوير بهذا الشكل فهذه هيك بتكون متجر الباشا اللي ولا فيه أي شيء معروض للبيع فهو متجر بس من باب أنه أموري أنا وأمور القناة هذه كانت جولة الاستوديو لعام الـ 2021 أنا دائما 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 بأخر جولة الاستوديو لأنه أنا دائما بحدث كل جولة 2020 السنة الماضية مش موجودة لأنه طول سنة الـ 2020 وأنا أقول آه خليني أصبر شهر لأني حركب هنا الشغلة الفلانية صبرت الشهر بعد الشهر كنت قاعد بركب في شيء ثاني فقلت لأ بصبر الشهر لحد ما أخلص اللي بعده فانتهت السنة كاملة وما في جولة استوديو لأني كنت قاعد بحدث هذا كله نتيجة شغل ست أشهر وأشهر 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 وتطوير دائم وجولة كمان ست أشهر راح تكون غير وجولة كمان سنة راح تكون كمان غير فإن شاء الله تكونوا استفدتوا الروابط يعني بالألاف في روابط الأشياء ممكن أحطها ولكن راح حاول أحط اللي بقدر عليها والأشياء المهمة اللي تكلمت عنها فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا هذا كان كل إشي لهالفيديو كامعاكم صلاح حامد في أمان الله